نعم كاترين تبدأ اليوم وزيرة الخارجية الألمانية الينا يبرك زيارتها الأولى إلى الشرق الأوسط وربما هي الزيارة الأولى أيضا إلى الأردن قادمة من فلسطين التي كانت من ضمن جولتها ثم ستنتقل إلى مصر في هذا اليوم بعد الانتهاء من زيارة الأردن اليوم ستلتقي أيضا وزيرة الخارجية الأردني في أول زيارة لها إلى الأردن وزيرة الخارجية الألمانية ستلتقي بأيمان الصفدي وزير الخارجية الأردني في مقر وزارة الخارجية في العاصمة الأردنية عمان ولعل أبرز الملفات التي ستناقش خلال هذه الزيارة الاستراتيجية الجديدة التي تحدثت عنها وزيرة الخارجية ربما حسب الأخبار الواردة في الشرق الأوسط والحديث عن العلاقات الثنوائية التي تجمع الأردن في ألمانيا واستخدام النفوذ الألماني في الاتحاد الأوروبي للضغط أيضا على الاتحاد الأوروبي في دعم ملف اللاجئين الفلسطينيين تحديدا في الأردن وهناك ربما تكون زيارة إلى مخيم الطالبية في جنوب العاصمة الأردنية عمان وهو مخيم للاجئين الفلسطينيين في هذه المنطقة من ضمن المخيمات وأيضا هناك العديد من الملفات التي ربما كان ترتيب لها في السابق عندما زارت وزيرة الدفاع الألمانية قبل أسابيع العاصمة الأردنية عمان والتقت بأيمان الصفدي كان من ضمن الملفات التي تحدثت عنها هناك استراتيجية لمكافحة الإرهاب وهناك أيضا الملف الاقتصادي والدعم الاقتصادي والاستثماري والإنمائي الذي تقوم به وتنفذ الحكومة الألمانية في الأردن الأردن كدولة من المعروف بأنها تقوم برعاية وباستضافة اللاجئين سواء كانوا اللاجئين الفلسطينيين أو اللاجئين السوريين ولكن مشاريع عديدة تتحدث عنها هذه الزيارة ودعم لملف اللاجئين في الأردن سواء كان السوري أو الفلسطيني لكن الدعم الذي توليه الحكومة الألمانية بشكل أكبر وهو مشاريع إنمائية وداعمة وتعليمية أيضا لملف التعليم وخاصة على اللاجئين الفلسطينيين الذين يقبعون ويعيشون في المملكة هنا في الأردن هل من تفاصيل أكثر كيف يمكن دعم اللاجئين في هذا الوقت علم أن ألمانيا هي ثاني أكبر دولة من حيث توصيل المساعدات بعد الولايات المتحدة نعم كاتران الأردن قد تحدث كثيرا مرارا وتكرارا في الأونات الأخيرة عن تراجع بعض الدول الأوروبية تحديدا على دعم ملف اللاجئين الفلسطينيين وخاصة كان هناك العديد من الوقفات في بعض الدول التي تشتكي من هذا الموضوع بدعم الأونوروى ودعم الملف اللاجئين الفلسطينيين ربما هناك ألمانيا هي دولة نعم كما ذكرت ثاني أكبر دولة بدعم ملف اللاجئين والمشاريع التي تخص اللاجئين الفلسطينيين الأردن ربما طلب ويؤكد دائما على دعم وعلى مواصلة الدعم ألمانيا دائما تقدم ما هو جديد وتقدم ما هو أفضل لملف اللاجئين وربما أيضا هناك ورق الضغط ألمانية على الاتحاد الأوروبي الذي ربما كان هناك تراجع لبعض الدعم المادي اللوجيستي الدعم في العديد من القطاعات من الصحة من التعليم كاتحاد أوروبي تراجعت ولكن الأردن وأيمن الصفدي وزير خارجي الأردني أكد بأن ألمانيا هي ورقة ضغطة وورقة تستخدم كورقة رابحة لدعم والضغط على الاتحاد الأوروبي ربما في هذا اللقاء اليوم ما بعد ظهر اليوم ربما ستظهر بعض ملامح هذه الاستراتيجية الجديدة لعدة ملفات التي ذكرناها وأبرزها طبعا العلاقات الثنائية اقتصاديا وسياسيا دبلوماسيا وخاصة بأن هذه هي الزيارة الأولى لوزيرة الخارجية الألمانية إلينا إلى الأردن وإلى منطقة الشرق الأوسط وأيضا العلاقات الأردنية الألمانية تأخذ مسار جيد ومميز وكما ذكرت قبل قليل الأردن يستخدم ويتمكن من وضع ألمانيا كورقة ضغطة على الاتحاد الأوروبي في ظل تراجع بعض الدول الأوروبية للعناية ولتقديم ما هو لازم للأردن وبعض الدول التي تقدم ويقيم فيها اللاجئون الفلسطينيين ومخيماتهم في هذه الملفات